موسيقى البداية مع العنوين لدريان يصل مساءً إلى بيروت حاملاً موقف بلاده موسيقى سحب منتجات فاسدة من الأسواق وتوضيح من نعمه موسيقى أبي خليل عن ساد بسري محاولات التخريب تشتد ولن نسمح بعطش اللبنانيين موسيقى الثانية والربع بتوقيت بيروت أهلاً بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضاً عبر موقع OTV.com.lb ومن خلال صفحاتنا على فيسبوك وتويتر لفت عضو تكتل لبنان القوي أنها بسزارة بخليل خلال مؤتمر صحفي حول ساد بسري إلى أن محاولات التخريب وضرب المصالح الحيوية للناس الذين نمثلهم تشتد وتيرتها وخرجت عن كل منطق علمي أو قانوني أو أخلاقي لدى سياسيين وناشطين وخبراء مزعومين وقال اشتكوا إلى البنك الدولي بموضوع الدراسات الزلزالية والبيئية والهيدرولوجية وكلفت لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التطقيق لأشهر على مرحلتين وأفضت نتائج التحقيق والتطقيق إلى أن لا أساس لهذه المزاعم والشكاوة واستمرين بالمشروع أنجز نحو 60% من الأشغال وحصلت استملاكات بقيمة 155 مليون دولار أمريكي وقبضوها والآن لم يعد يريدون السد أو يريدون أن يستردوا الأموال بالليرة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها هذا هو الفساد وهدر المال العام معتبرا أن هناك أصول برلمانية هناك قوانين صوتتم عليها في 2015 أقرت هذا المشروع وهذا القرض هناك حلقات نقاش مع الخبراء والجمعيات أجريت في نيسان 2019 في مجلس النواب بلجنة الطاقة والأشغال وسأل أبي خليل هل غيرتم رأيكم أو تغيرت المصالح قدموا اقتراع قانون بدل العرضات هذا هو عمل النواب هلأ يا بنا نفرض متعهد اللي بنا إيه يا السد بصير فاسد ووقت المتعهد اللي بخصنا بينجح بيكون بياخد المناقصة بكون السد المتعهد اللي بيخصكن يعني بكون السد مضيف وشفاف ووقت المتعهد اللي بخصكنه بيسقط بالمناقصة بصير السد فاسد هل هايدي هي المعيدة لليوم يلي عم نلعب فيها بمصالح اللبنانيين وبيمد حيوية هالقد قد الماي عزائي فيه أصول برلمانية سنة الـ 2015 صوتتوا على قانون الغيق القانون بصير بقانون مش بعرائد النواب شو بيعملوا النواب بقد موقتي رح يتقوينين اليوم عم تحكوا عن قانون بنسمع مطولاتكن عن القانون اللي لا تنفذ من قبل الحكومة واللي بيخدها مجلس النواب اللي بيصوت عليها مجلس النواب طب هيدا قانون اليوم عم تدعو لعدم تنفيزه شو هالإزدواجية هيدا بالمواقف السياسية هاي كمان هيدا البرلمان بحب ذكر انه بنيسان الـ 2019 بلجنة الطاقة والأشغال عمل ندوي جاب عليها كل المعترضين جابوا عليها نواب اجوا عليها سياسيين اجوا عليها إدارات واجوا عليها جمعيات وبيئيين ولما استنفذوا الأعذار كلهم ولما تجاوب على كل الأعذار وتظهر شغل لجنة التفتيش المستقلة خلص صرنا منهرب من المنطقة ونظرات صرنا منهرب من الندوات ومنروح للشعبوية وللصريخ تعرفوا تنقدر نأمن المي اللي بأمنها هيدا السد بنا نحفر 200 ل 250 بير ارتوازة وقبار ارتوازية من الكبار يعني اللي بيشيلوا 2000 متر مكعب بالسنة يعني بنا نأمن لهم كهرباء غالية يعني بنا نأمن صيانة لقلون غالية عم نحكي عن 50-60 مليون دولار بالسنة صيانة وتشغيل لقلون يعني بمصطلح أهوان وتهيينة على البعض المياه الجوفية مثل البوتوكس يعني يعني بدوا صيانة مستمرة وقال الله بيقشت عرفنا شو يعني الاعتماد على المياه الجوفية طيب نحكي عن تحلية الماء كمان هون المنطق شو بيقول انه بتشتت دنيا فوق الجبال وتلال وبتتسرب المي بالسوائي وبالأنهار على البحر بعدين بروح منخدق من البحر نصرف عليها طاقة غالية ومش متوفرة تنحلية نصرف عليها طاقة غالية ومش متوفرة تنرجع نضخها على التلال أو على الخزانات تنرجع نوزعها وين بتصير هاي باي منطق طرف اللي حكي الاحد عامل ندوات وندوات عن مصلحة لبنان باقامة السدود امام طلابه امام كادريتو شو عدا ما بدى نعرف كلنا انه بالسياسة عم ناخد الموضوع الى مكان اخر الدراسات الجيولوجية الزلزيلية البيئية السوسيو اجتماعية كل هالامور هاي دي حصلت على اكمل وجه ما في يجي من يدعي الخبرة ويقول على طريقة كل كلمة تكوامشي اكد وزير الطاقة والميهر مغجر ان الفيول موجود وقال هناك تحسن ملحوظ بالتغذية الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية شحن في مادة البنزين في عدد من المناطق اللبنانية فهل من ازمة في الافق المزيد في اتصال مع ممثل موازعي المحروقات في لبنان فادي ابو شأرة استاذ ابو شأرة يعطيك العفية شو صاير بالتحديد لبمناطق جنوبية بالتحديد وبالضاحية ايضا ما عم نلاقي بنزين نحن منحييكم ومنحيي المشاهدين يعطيكم العافية سيد الكريم بلشت تقريبا طوال يعني موضوع الازمي من نهار الجمعة مش من اليوم نحن صلنا فترة خمس ستة شهر عايشين بازمي بالبلد هو موضوع الاعتمادات من قبل المصارف ومصر في لبنان هالازمين عطول عم ناخد البنادول تمشي جمعة منرجع جمعة تانية عطول عبيدال فيه بانت بس تقريب البواخر كذلك العمر هلق اللي حصل عنا في 3-4 شركات ما فيهم مادة لبنزين باللبنان منو شركة إيبكو شركة طدال شركة يوري ترمينال يعني ما راح نعد اسماء هايدي الشركات الى محطاتها بالبلد وما قدر انفتح لها اعتمادات لتقريب البواخر بوقتها على لبنان هيدا الشيء سبب ازمة نحن اليوم عبركم عبر الوطر فيه من ناشط فخامة الرئيس دولة الرئيس دولة الرئيس معاني وزير الطاقة التدخل سريعا لحل مشكلة الاعتمادات بالمصارف بمصرق لبنان وبمصرق كذلك الامر بالمصارف التابعة التعرف اللي بينفتح باعتمادات لبنوكي هيدا المشكلة المبكة نحن لازم نتحملها كم وزعين او كمحطات او كمواطن لبناني لانه المواطن عادي تطلع بسرياته ما لازم ينزل ليأمي تركة بنزين او تركة المزور هذا الشيء نحن اللي عم نصالف فيه نعم استاذ فادي يعني هذه الاعتمادات اتأخرت لا تفتح وبالتالي اتأخرت وصول البواخر يعني هذه البواخر ستصل في القريب أم انه نحن قدام مزيد من التأزم نحن بحكمة معالي وزير الطاقة ان شاء الله من نوقع بأزمي بالبلد انا بحكيك بكل صراحة وحب يصير اتصال معه وصار اتصال مع مستشار دولت الرئيس دي والموضوع خلال ساعات رح يتمتد في الاعتمادات نحن هذا الشيء نطعينه بأسرع وقت لانه ما نحمل أزمات لانه نحن كنقبات ولا المواطنين نحمل أزمات في هالبلد قدي بعد قدرين نحمل بهذا الموضوع يعني قدي بعد القدرة انه نتحمل موضوع وصول البواخر هل نحن بأسعات المقبلة اذا ما انفتحت الاعتمادات سريعا رايحين الى شح كل بهذه المادة لا ان شاء الله لانه فيه شركات مشكورة عندها مادة البنزين وعب تغطي بالبلد ومنه شركة كرال وشركة ريكويجات في بعض شركات ومثلوا عندهم تنميات عب ينزلوا بالبلد والوابية كذلك العمر عب تنزلوا شوية يعني في بعض شركات عندها بس ما بيقتر يغطوا كل المحطات على كل الاراضي اللبنانية حوالة 3000 و300 محطة فيه بلبنان بعد يقدر يغطوا هالكميات هذا اللي بحب أكدو عبر كون نحن لا يعملناش للرؤية لانه بالنهاية صحيمة الرئيس ما بيقبل اي صاحب محطة او اي موضع او اي مواطن اليوم بحاجة لمادة البنزين او المحطات ما تستعملوا هالشي نحن اللي عم نطالب فيه شكرا لك سيز فادي ابو شأر على هذه المدخلة كشف وزير الاتصالات طلال حواط للجمهورية انه تم تغطية كل محطات الارسال على كافة الاراضي اللبنانية بمدة المزود من الان وحتى شهر كاملا واكد ان لا مشكلة في السرعة على شبكة 3G و 4G اما سرعة الدي اس الف تغضع للمسافة لجهة قربها او بعدها عن مواقع سنترالات اوجيرو واكد ان الوزارة مستمرة في مضاعفة السرعة والكاباسيتي حسب الامكانية التقنية الموجودة في المنازل بالاشتراك او بالسرعة كذلك مددت الوزارة قرار عدم قطع الخطوط الثابتة ثلاثة اشهر اما خطوط الهواتف الخلوية فلا تغيير فيها لجهة تلف الخط عند التأخر في تشريجه مجددا بدأت وزارة الاقتصاد عملية جمع وسحب المواد الغذائية الفاسدة من الاسواق اللبنانية وكان وزير الاقتصاد قد اتخذ قرارا يقضي بمنع التداول في الاسواق اللبنانية بمختلف السلع من فئة مصنعات الدجاج كالنجتس والاسكالوب وسواها من المركات التالية شومان ليبول وكاري وذلك بعد ان ثبت استخدام مواد اولية منتهية الصلاحية في تصنيعها كما طلب من كافة نقاط البيع بسحب تلك المنتجات فورا من الاسواق تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاتلافها حيث تكلف مديرية حماية المستهلك مراقبة تطبيق هذا القرار اليوم نحن وجزلنا لهون بناء على توصيات معالي الوزير من الصلاح أصدرنا عرار بسحب كل المنتجات ليبول شومان والكاري اللي هني كانوا موجودين إذا بدك عام ينشغل وخو وعم يتصنعوا مثل البرجر على الجيج مثل النجتس مثل الاسكالوب ونحن تواصلنا مع كل مع السوبر ماركتس اللي هني كمان مشكورين بادروا بهذه المبادرة بيسحبهم من كل فروعتهم وبالتالي حيتسطر محضر هلأ للتلف وعم نكون من هون نحن عم نبلغ وعم نوصيب بالأحرى لكل الميني ماركتس لكل السوبر ماركتس أي منتوجات من هيدا النوع مقطعات الدجاج الماكتس البورغر الكوردون بلو أي شيء ممكن موجود عندهم لبول شومان كاري صحبهم مباشرة لأنه قدام لقمة العيش ما في مجال للمساومة بهذا الموضوع هنكمل جولتنا أعطينا توصياتنا للمصالح بالبقعة بالشنوب بالشمال كمان اليوم يكون الهدف الأول اللي قالهم ينزلوا على السوق بيصحب هيدا المنتجات ولذننا حتى اليوم نحن بانتظار التحقيق يمكن يبين عندنا بعض المنتجات التانية المصنعة بغير براندز للأسف هيدا الشيء نحن هنتوصل فيه نحن والمعنيين بالقضاء بهذا الموضوع نكون عم نسحب أكبر عدد مش أكبر عدد كل العدد المطلوب أوضح وزير الاقتصاد راول نعم في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أن الدجاج الفاسد الذي ضبطته وزارة الاقتصاد بالأمس بمؤذرة المديرية العمل الجمارك ووزارة الصحة يتم استعماله بمصنعات كدجاج أنك الناجت والإسكالوب وليس صدر الدجاج التي تمت مصادرته بسبب غلاء الأسعار في أيهر الماضي وتم التأكد من سلامته الغذائية قبل تسليمه إلى بيروت يصل مساء وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين حيث من المتوقع أن يكرر موقف فرنسا الدعم للبنان من جهة وأهمية القيام بالإصلاحات المطلوبة ليبنى على شيء مقتضاه أن أبا ألعون تحدث عن هذه الزيارة للأو تي في حتى فرنسا اللي عندها كل السادات اللي جاء بلتساعد لبنان حتى فرنسا اللي متجاوز من الأمور السياسية موجودة على مينكا أو غيرها في إطاراتي مع لبنان حتى هي ما أنا ملاقي حالة إدرا تساعد لبنان طالما بعدها عم تشوف زيت النمط من الممارسة السلطة أو زيت النمط من عدم الإرادة في إصلاح كثير من الأمور ما نفهم شغلة لبنان بعد نفهمها بس يعني إذن يفهموها لكد أنه طاعات المجتمع الدوري تغير يعني كان في درجة التساعد مع لبنان الكثير الكبيرة ما عادت هلأ متوفرة ما عادت موجودة عمليا هاي اللي التساعد اللي كان أنه لبنان منضل يلا إيدنا ونعطيه ونطول بالنا عليه هاي اللي يوم فقط دين من هيك عم تشوف أنه عمليا حتى بلدان مثل فرنسا وعند استعداد الساعي كله صار رابط اليوم أي خطوة بيعملها تجاه لبنان رابطه بارتبار بخول لبنان في برنامج نسبدونها للدول اليوم حتى عز الأصدقاء لبنان واللي هنا فرنسا فيه تتصدرهم بسبب العلاقة العاطفية صحيح حتى هي عم تجي تقلنا ورح ترجع تكرر هيدا بيساني أنه عمليا هيدا الأداء هيدا هيدا غير موردي وغير كيفي ما رح نقدر لأوكي رح تساعد المدينة سبكة الخيرة وعلى قليلة أنقذت هذا القطاع يعني على الأقل هيدا السنة من كارسي كان وصله إنما نحن هودة يعني نموة معلاجات موضوعية إنما المشكلة العامة بعد الموضوعية ولن تقلقوا هذه الزيارة ويكفر يعني حضور الوزير الفرنسا أكيد إجابة اهتمام فرنسا إجابة إنما اليوم اهتمامها جاي بإطار يا جماعة مزيد من التوعية بضل المسؤولية الأدبر على الجهة تابع رئيس الجمهورية العماد نشالعون التحقيقات الجارية في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية بعد دهم قوة من الجمارك المستودعات التي أودعت فيها المواد الفاسدة في منطقة زكريت في المتن الشمالي وإذ هن رئيس عون الجمارك على هذا الانجهز فإنه طلب من الأجهزة المعنية التشدد في اتخاذ الإجراءات اللازمة الآيلة إلى كشف هوية الجميع المتورطين في هذه الجريمة التي طالت صحة اللبنانيين طوال السنوات الأربع الماضية ومحاسبتهم أمام الجهات القضائية المختصة كما محاسبت كل من يثبت التورط في التلاعب في مدة صلاحية المنتجات الغذائية في السوق كذلك طلب رئيس عون التشدد في سحب كافة كميات الدجاج واللحوم الفاسدة من الأسواق والمتاجر وتنبيه المواطنين إلى ضرورة إبلاغ القوى الأمنية المختصة بأي مخالفة تطال أمنهم الغذائي وأكد رئيس الجمهورية أصراره على متابعة هذا الملف حتى النهاية مشيرا إلى أنه سيزهر دائما على تحقيق الأمن والسلامة الغذائيين للمواطنين إلى ذلك استقبل رئيس عون عضو اللقاء التشاوري النأب عدنان ترابلسي وعرض معه مواضيع تتصل بالأوضاع الراهن محليا وأقليميا كما استقبل رئيس عون الوزير السابق بأم وهاب وتداول معه في مواضيع الساعة حيث أكد وهاب أن رئيس الجمهورية ماض في مسيرة مكافحة الفساد وهو لم يدخر أي جهد في هذا السبيل على صعيد آخر اطمأن رئيس الجمهورية على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح بعد الجراحة التي أجريت له متمينيا له الشفاء العجل ودوام الصحة والعافية أكد السيد علي الأمين أن الحياد يجعل من لبنان دولة مستقلة ويعني الدولة التي تفرض سلطتها على كامل أراضيها وشدد السيد علي الأمين بعد زيارته البطريارك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي منطق الاستقواء بالأكثرية والعددية وأن ما يطالبونه هو مرجعية الدولة ذات الشخصية المستقلة الخارج عن الهيمانات الحزبية والطائفية وفي الدماء نعضو كتلة الجمهورية القوية النائب أطوان حبشي الذي أوضح أن لبنان نسج دائما علاقات مع محيطه وبنى الازدهار من حياده ويجب أن يكون مركز طلاق لحل مشاكل الغير فعليا لازم كلنا نلاقيه للبطرق على هيدا الطرح يلي هو بيجوهر وجود لبنان وطن التعدد الثقافي ووطن التلاقي ولمسنا عند غبطه أنه مسألة الحياد يلي عم بيطرحها هي مسألة إيد ممدودة لكل اللبنانيين حياد يوحد اللبنانيين باتجاه واضح الاتجاه الوحيد والأوحد يلي كلنا لازم نروح باتجاهه ويلي كلنا لازم نطلع صوبه يلي هو لبنان هي خارج دائرة الهيمنة هذا المقصود من لبنان الحياد ولبنان السيادة الذي نخرج الوطن من كونه ساحة لصراعات أجنبية وخارجية وليس بمعنى كما يحاول أن يفهمه البعض أن الحياد هو حياد بين حق وباطل أو بين ظلم وبين عدل زر وفد من حزب القوات اللبنانية دار الفتوى وقد بحث الوفد مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الأوضاع الراهنة في لبنان لسيما مسألة ضرورة اعتماد الحياد قمنا مع صاحب السماحة بجولة على الوضع العام والمبادرات البناءة سيما مبادرة صاحب الغلطة البتريارك بشار الراعي حول حياد لبنان وفك الحصار عن الشرعية والقرار الحر وكم نحن اليوم بحاجة لإبعاد لبنان عن الصراعات القائمة والناشئة وتركيز كل الجهود على الإصلاح والمقاربات الإلقاظية فالإصلاح والحياد واحترام الشرعية الدولية هم مداخل أساسية للنهوض بالدولة من جديد والإبقاء على انفتاح لبنان على المجتمع الدولي ضمن الثوابت الدستورية اللبنانية أما الإصلاح فيتطلب اليوم مقاربة مختلفة عن السابق ومتكاملة على الأصعد المالية والنقدية والاقتصادية والبنيوية وفي القطاع العام تحديدا ولمسنا من صاحب السماحة حرصه على الوفاق الوطني والعيش المشترك وتضافر الجهود نحو الحلول المنشودة وانفتاحه على المبادرات والنقاش الوطني التي من شأنها تجنيب لبنان المزيد من التحديات التي نحن بهنا عنها في مجلس النواب لجان ومواقف لعدد من النواب ومنهم النأب فؤاد مغزومي الذي تناول مسألة التطقيق في وقت تطرق عدو كتلة الوفاء للمقاومة نأب حسن فضل الله إلى موضوع قطعات الحساب عن الأموال التي وصلت إلى الخزينة من 93 إلى 96 والتي ليس لدينا فيها قطعات قطعات حساب 93 94 95 96 غير موجود يعني كل الإنفاق الذي جرى أنا ذاك وكل الإيرادات التي وصلت على خزينة الدولة ما عنا تديق فيها وغير موجودة شو الذريعة أنه ملقوها في مستندات ضائعة في ما بعرف شو طيب نحن بنعرف من 93 إلى 96 كان البلد في أمان واستقرار لا صار في قصف إسرائيلي على وزارة المال ودمرت وزارة المال لا أحرقت وزارة المال طيب ما هذه الوزارة بعدها موجودة ليه من 93 إلى 96 ما عنا قطعات حساب لأنه في خلل كبير بتلك المرحلة وهذا الخلل التي تأسست عليه كل الأخطاء اللاحقة وكل الفوضى المنظمة ما في فوضى غير مقصودة في فوضى منظمة لو وصلنا لهون وصلنا إلى هذا هذا الوضع اللي نحن فيه نحن آباء الدعوة إلى التدقيق بكل حسابات الدولة من أي سنة بتكون إياها لكن على الأقل في عنا فترة زمنية البلد كان ما في مشاكل وين هي هالحسابات وين هي قطعات الحساب ليش بنا نبلش من 97 اليوم هل يترى لحيكون فيه مضمون بالتكليف الأساسي اللي نحن نعطيه لألفراز لفعليا تعرفنا شو صار اليوم لما نزلت العالم على الشارع بي 17 أكتوبر شو طالبوا وقف الفساد استرجاع الأموال المنهوبة ننبلش بها الموضوع ما ننبلش بشيء اسمه نعرف فعليا وين المصيحة تراحل هل يترى هالطبقة السياسية اللي وصلتنا لهون بالشراكة مع المصارف مع البنك المركزي لح تسمح لشركة فعلية انه تدقق تتقلنا فعليا وين راحت المصريات ان شاء الله اكون انا غلطان تبقوا انا بتعفوني ما عندي مشكلة بهذا الموضوع انا ما في شيء شخصي ان شاء الله اكون غلطان انا بالاخر انه هني بالاخر جديين فيها بس نحنا منعا لهالموضوع نصر من هون على هالمنبر ومن منبر من مجلس النواب وكنائب يجب شعبنا يعرف فعليا مضمون التكليف اللي عطته لالفراز لازم نعرف خطوة بخطوة ولا هتروح هل يترى فقط للبنك المركزي ولا بالاخر كل الحسابات اللي مرتبطة بالبنك المركزي نعود بعد هذا الفاصل نواصل النشرة اقفلت نقابة السائقين العموميين مراكز المعينة الميكانيكية في عدد من المناطق اللبنانية وذلك بناء على قرار الاتحاد اللبناني للنقل حفاظا على الممتلكات العامة والمال العامة ومن امام مركز المعينة الميكانيكية في الحدد شدد رئيس اتحادات النقل البريب السامت ليس على اننا لا نريد عودا بعد اليوم والمعينة الميكانيكية هي ملك الدولة منذ العام 2012 عم ننفذ لالتزمنا فيه بتسعة شهر من عدام المعينة بتسعة شهر جينا كنا قيلين انه عنا اقفال مفتوح للمعينة الميكانيكية وعطينا فرصة بعد ما تشورنا نحن والشباب بتسعة شهر انه لتنين وعشرين شهر يعطينا تلتعشر يوم وعشر يوم للأسف من يوم لليوم لمس وزارة لوزارة الداختية ولا وزارة المالية ولا اي وزارة من الوزارات تحرك لا سبب نحن اليوم جايين على مركز الحدث ومركز الزهراني ومركز الشمال ومركز الزحلي لأقفال نهائي حتى تعود هذه المؤسسة الى كنف الدولي وفق العنون نحن عمال وبالصحة زمانة المعينة الميكانيكية في عنا عنا تخوف ومشكلة انه شغلنا حاليا مسكر وعنا تخوف كبير على متعاشنا وخايفين ما يتكرر معنا اللي صار بالجامعة الأمريكانية مؤخرة لانه الاوضاع الاقتصادية ما بتحمل ابدا فكل اللي بدنا اياه نحن كعمال ما قلنا عليه اشي بهالاوضاع الاقتصادية ما منتحمل ينقطع رزقنا ولدي ومنطالب كل العالم المسؤولين والمعنيين بهالاوضاع انه هيدا الموضوع العمال ينحن باسرع وقت وما بدنا يتسكر شغلنا زار وفد من نقابة عمال ومستخدمية الجامعة الأمريكية في بيروت مقر الاتحاد العمالي العام للقاء رئيسه بشار الأسمر وعقب مؤتمره الصحفي اعترض عدد من المنتفضين رئيس الاتحاد العمالي العام فور انتهاء هذا المؤتمر وتوجه اليه بتهم الفساد والسكوت عن التجاوزات فيما اكد الأسمر ان قضايا صرف الموظفين والعمال هي قيد المتابعة صفة التضامن يجب ان تجمع كل عمال لبنان بهالمرحلة الخطرة اللي نحن عم نمر فيها تنقدر نوقف بوجه طاغوط المال هون بدي اذكر انه الجامعة الامريكية مارست ضغوط كبيرة على النقابة وحطت اعداد كبيرة للصرف والعمل اللي صار هو جزء من تسوي تحفظ بقية العمال اللي كان مطروح صرف الف وثمانمائة عامل منهم والتحكيم اللي جرى هو تحكيم قانوني انما نحن كاتحاد عمالي عام نرجع منقول كل هذا الموضوع بالمطلق منرفضه ومنحذر بقية المؤسسات اللي عم تتحجج بهالظرف العصيب بالواقع الاقتصادي او بواقع الافلاس وبتقدم اوراق الى وزارة العمل حسب ما تشتهي ومنها المنطلق طلبنا وزيرة العمل انه يكون فيه نوع من تفتيش اختصاصي يبحث بالصرف الاقتصادي او بالافلاس لدواعي تختص بالواقع اللي نحن عم نعيشه وهيدي المؤسسات اللي اسمها مصارف استفادت من هندسات مالية تصل الى 12 مليار دولار مفترض تحافظ على موظفينا اللي خدموها وأسسوها المؤسسات وبنيوها بعرقهم وبتعابهم وبدمهم اعوام عدة مرت غرقة خلالها ملف انشاء مسلخ عصري في طرابلس في وحول الاجراءات الروتينية والعرقلات المفتعلة اليوم وعلى مسافة ايام من عيد الاطحى تم الانتهاء من تنفيذ مشروع يراعي المعايير الصحية من ناحية الانشاءات والبنى التحتية المشروع يؤمن لاصحاب الملاحم سلامة الغذائية ويحفظ امنه الصحي في مدن الفيحاء كافة وسيشرف على ذبح على عمليات ذبح المواشئة طباء بيطريون لضمان سير العمل وضمن افضل شروط الصحية نحن عاملين خطة عمل اكيد بالتنسيق مع المرائبين الصحية بمسلخ الاتحاد ولدينا باتحاد الفيحاء هو دكتور بيطري كمان هيتابع الموضية هايدي وحنلزم الملاحم بالدبح داخل هزا المسلخ اللي هو متل ما انه زوم وصفات عالية وصحية نطلب من الحكومة مزيد من المشاريع الحيوية اللي هي بتحيي منطقة الاتحاد وضواحيها وتأمن خرص العمل لابنائها وانتو بتعرفوا منطقة مناطق الاتحاد تعاني وتعيش منطقة تعيش حالات صعبة ومزرية ودائما تعيش الفكر والحرمان نطلب من الدولة مزيد من هذه المشاريع على وقع ارتفاعا اضافي بدرجات الحرارة التي قد تلمس الاربعين في البقاع شب حريق كبير في جبل بلدة عنا في البقاع الغربي اتى على مساحات واسعة من الخضار ما دفع الاهالي الى مناشدة الجيش وعناصر الدفاع المدني للتدخل من اجل اخماده خوفا من وصوله ايضا الى المنازل المجاورة النشر مستمرة بعد هذا الفاصل في الاخبار الاقليمية والدولية افدت وكالة انباء ان الصين تفكر في اغلاق القنصلية الامريكية في مدينة وهان وسط البلاد بعد ان طلبت واشنطن من بكين اغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون وبينما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الفور على الامر حذرت في اجاز صحفي في وقت سابق يوم الاربعاء من انتقام محتمل لقرار الولايات المتحدة وقالت وزارة الخارجية الصينية ان واشنطن طلبت امس الثلاثاء اغلاق القنصلية الصينية في هيوستون وحفت الولايات المتحدة الامريكية على تصحيح القرارات الخاطئة مهددة بانه سيكون هناك رد في حال عدم التحرك سريعا اعلن وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر عن ان الولايات المتحدة تقوم بتجهيز قواتها في جميع انحاء اسيا وتعيد التمركز استعدادا لمواجهة محتملة مع الصين واضاف سنواصل ارسال سفن بحرية الى المنطقة لمواجهة سياسات الصين التوسعية وبيع الاسلحة الى تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها واشار اسبر الى ان الصين قد قامت بتخويف الحلفاء والشركاء الاقليميين على الرغم من الموقف العسكري الامريكي في المنطقة ومع هذا الخبر نصل الى ختام النشرة يمكنكم متابعة اخبار لو تيفي عبر موقع وتيفي دوت كوم دوت البي بحلته الجديدة وطبعا صفحاتنا على فيسبوك وتويتر الى اللقاء